اكتف التلافت ده مستوى نشاطك في اليوم يعني انت مثلاً لو رجل بتوعد على مكتب طول اليوم منتتحركش منتتمرنش رياضه فأكيد انت بتحرق في اليوم أقل من واحد شغال رايح جاي غير واحد مثلاً بيلعب أصلاً intricate ومثلاً واحد بيلعب تنس مثلاً بيحرق كتير جداً واحد بيلعب كورة بيحرق كتير جداً واحد شغال في موقع مثلاً فبيروح موي جاي مع العمال بيحرق كتير جداً غير مثلاً واحد شغال مثلاً بمبرمج مثلاً مبرمج قاعد على طول على الكمبيوتر ما بيعملش أي حاجة فبيحرق قليل واحد مقدم برامج قاعد كده ويضيف بيجي وبيمشي وانا قاعد مثلاً أما ده حقيقة ده بيحصل أه فأحنا هنا بنحسب حاجة اسمها متوسط نشاط يومي بيبقى فاكتور أو عامل بتضربه في البيئة المرضى بيطلع لك السعارات الحرارية اللي انت بتحرقها في اليوم تسهيلاً برضو على الناس ممكن تخش على قول تكتب اسمه ده calories calculator أو TDEE calculator تراحة عشان الناس تكتب وراك خات ورا وقلم يابدل TDEE calculator TDEE Total Daily Energy Expanditure يعني الطاقة المحروقة في اليوم بتاعك المتوسط الأستاذ محمد الشاهد لما يقول EE بيقول لي تعباء يعني فت بالك يعني عشاناً بقول للمشاهد لا ده حاجات علمية بعدين اهو اهو مربع حروف هتكتبهم على جوجل TDEE هتطلع لك كذا موقع ممكن تخش عليه تكتب سنك اسمه ده بلاش اسمه الوزن وزنك وانت الجنس برضو بيفرق في الزاكر غير الانس طبعاً بس وبعد كده هتطلع لك الرقم الرقم ده ايه؟ هو اللي انت بتحرق في اليوم دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخس تمام صح؟ الأكيد الدهون في الجسم عمتاً هو الكنز اللي مخزنه الجسم عشان يشتعمله في وقت عوزة تعال ناخد مثال بسيط الله عليك ناخد مثال بسيط دلوقتي حضرتك مرتبك ألف جنيه في اليوم مثلاً لا حاجة عندي سمعين؟ انت بتصرف طبنمية في اليوم رجل صريف يعني تمام بقى معاك 200 في الآخر هل هترميهم؟ لا هتحطهم أكيد تحت السرير تحت السرير هتحطهم تحت السرير 200 مع 200 مع 200 هتلاقي تحت السرير ما كفاش اشتريت سرير كمان اه او اشتريت خزنة اه وكتر هو ده اللي بيحصل في الجسم الجسم انت بتديله كل يوم معادات الاكل بتاعتنا ان احنا بنتديله ايه؟ حاجات فيها دهون كتيرة حاجات فيها كربادريتس كتيرة فمثلا ايه؟ الماكرونة البشاميل مع المحشي الورق العنب مع الفتة مع العكاوي مش عارف ايه؟ الله كفا ايوة لا انت مثلا بتحرق 2000 ونص في اليوم اه ودخله 5000 ولا 4000 هايير مين حاجات دي؟ هياخد 1000 ونص على جاب هياخد 1000 ونص دورة يخزنهم تحت السرير بس هم معندوش حاجات اسمها تحت السرير يخزنها بقى في الكرش اه يخزنها تحت الدراع اه دي بقى بيعتبرها هو الكنز بتاع هو دي لما وقت عوزة والراجل ده ما ياكلش نبدأ نشوف الكلام ده ونطلعه ونصرف بيك افهم من كلامك انا لو ما كلتش القطن اللي هنا ده هينزل ما انت من تكلش بمجدار معين هنجيله دلوقتي ايوة ايوة بس اقول لي عشان انا عايزة اطلع من الستوديو بخاس احنا احنا اتفقنا ان الدهون دي هي ايه اللي تحت السرير تمام واحنا اتحسبنا من شوي احنا حرقنا قد دي فنقول مثلا ان احنا بنحرق 2000 سعر حراري في اليوم طيب لو كلنا الناحية التانية 1000 ونص الجسم هيبقى محتاج 500 سعر حراري عشان يكمل حياة عشان يعيش يستلب من المخزون يفتح تحت السرير ويطلع 500 ايه سعر حراري يديهم من تحت الملة يديهم اه يديهم ماشا تفضل فهو دي الاكوشن او المعادلة الصحيحة عشان تعرف تخس بيها دهول انت بقى هتعمل تشرب حاجة تسد نفسك ما انت مش هتاكل فمش هتاكل فمعنا كده انت مش هتدخل صعرات حراري ايه بس ايه فكرة كلها ان انت لو منعت نفسك عن الاكل تماما جسمك هيدخل في حاجات تانية في مود معين هيخلي هيعطبك ان انت ما بتأكلوش على طول هتخليني اخدوا على طول من تحت السرير فاحنا هنا بنعمل معادلة ان انت مثلا ايه من سعرات السبات بتاعتك او السعرات اللي احنا حاسبينها هتبدأ تخسم 500 لو انت مستعجل او تخسم 1000 سعر حراري وتبدأ تاخد 1500 سعر حراري اللي هم محتاجينهم مثلا او 1600 سعر حراري انت محتاجهم تبدأ تعطوهم في الاكل بقى تترجمهم الاكل تمام انا معلش هلخص الحضرتك قلته للسادة المشاهدين تمام يعني احنا دلوقت جسمنا بيحتاج 2000 ونص كاننا 4000 هياخد ال 2000 ونص وفي 1000 ونص ده مخزون هيتحط في البطن في الايد في الرجل في اي حين مخزون كل يوم يخزن 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 ونجي نقول احنا منتخن ليه لا انت بتتخن عشان بتاكل بزياد طب نرجع تاني لو نفس الشخص محتاج 1000 ونص وجاله 1300 هيتبقى 1200 1200 يتاخد من المخزون اللي عندك ويتصرف مظبوط كده فاند ببساطة يعني كده نخلينا احنا نبسطيناها خاص احنا بنحاول نبسطها والحلقة دي حلقة غير اعتيادية انتو مشوفتاش قبل كده ومش هتشوفوها تاني حلقة في التلفزيون على الهواء في قناة الصحة والجمال بنشرح مبسط كامل يا سيد عزيزي طيب احنا الناحية التانية محتاجين نعرف الاكل بتاعنا ده بيدخلنا كم سعر حراري فاحنا هنا بقى برضو بنلجأ ان العلم او التكنولوجيا ان احنا في عصر التكنولوجيا وعصر الموبايرات والسمارت فونز يعني انواع الاكل انا اعرفها ازاي مثلا او ايه نعرف كل يعني مثلا ايه انا دلوقتي قدامي طبق فيه فراخ ورز وصلطة عايز اعرف ده بيترجم لي كم سعر حراري انا كالتا قدية عشان اعرف انا ناقص لي قدية طب بالزبط اعرف ازاي اي دلوقتي عشان احنا في عصر التكنولوجيا الموضوع متسهل جدا فيه كذا او كذا تطبيق على البلاي ستور او الجوجل بلاي ممكن تتنزلهم تدخل عليه الاكل اسم الاكلة ودكتب انت خدت كام الاكلة مثلا 100 جرام 200 جرام 250 جرام وفيه كمان حاجات ممكن تعملها باليونتس او خدت معلقة انا ممكن ايبقى جيب بقى ميزان في المطبخ ميزان بقى في المطبخ عشان انت بتتكلم 100 جرام و200 جرام انا هقولك انا عامل نص طبق ومعلاقة هو نص طبق بالنسبة لك ممكن طبقك انت بسوية لا انا ساعت عشان ارض ضميري مثلا كان دكتور يقول لي ايه هتاخد نص رغيف هو كاتب نص رغيف والورقة اللي معايا نص رغيف اروح اجيب الرغيف من ابو جنيل اللي هو قد كده هو قال نص رغيف ولا ما قالش حدد من ابو كام لا نصاحة بقى مني معلاقة كاملة بيقول لك معلاقة رز تروح تاكل بالمغرفة لا وعند معلاقة كبيرة صمرت فاكها تروح تاكل بطيخة صحيح ايه يا فاديم صحيح فهنا عشان نعرف نزبط الكلام ده نزبط بميزان الاحسن طبعا احسن حاجة تجيب لك من الاخر هو الميزان تبدأ تحط عليه الرز بتاعك 200 جرام رز حط على الابليكيشن عامتلا كمان لو احنا ممكن نقول لأسامي الابليكيشن عشان الناس تزننزل لا اقول لي عادي فيه اابليكيشن اسمه فات سيكرت فات سيكرت وفيه اابليكيشن اسمه ميفيت نسبال هتخش هتتعمل اكاونت فور فري كل حاجة فور فري هتدخل الاكل وتبدأ تتراك او تتابع نفسك ايه ده اه ده انا أكلت الفطار غدا عشا قالت مثلا 1300 وانا مفهود اكل 1600 ده ايه ده ناقص لسه 300 ساعتها بقى ييجي بقى الحاجات يبدأ تدخل ايس كريم مشكراته في برسنتاج قليلة من ضايت بتاعك عشان تبديك الاتاحة انك تكمل في الضايت تحب الضايت ما تبقاش يعني ايه لو عملت مثلا زي الالد سكول او مثلا ممكن تقول لي برضو على موضوع الالد سكول الناس بتوعي الضايت ده خطرة الضايت زمان لو تاخد صمرت فاكهة صمرت فاكهة وزبدياية بالليل وقطعة من علبة التونة مصفة من الزيت ايوه وورك مش عارف ايه وورك فرخة و بالليل زبداية زبداية اه زبداية زبداية مش هتفكر اه ده كان زمان ده خلاص واربع معالي فول من غير زيت اربع معالي فول من غير زيت وربع الغيف سن ايوه صح ويسا عشان السن بيتخسس والعيش اللي العادي بيتخن ده واع تقول لي ده غلط ده غلط طبعا احنا قلنا كلها صورات حرية يا حسين انا بتكلم بجد او سبعمائة خمسة وستين جنيه ونوص كتير والله اه فبقول لك لا العيش عمات انت لو دخلنا في حتة العيش دي نخليها على جنب بس هندخل لها برضو حتة ان انت لو كانت عيش سن هو ده هيخسسك ولو كانت عيش عادي هيتخنك الكلام ده مش موجود هو بس العيش السن بتهدم في وقت اكتر فبيحسسك بالشبع لفترات بطول فقول يا ابني قول لكن العيش العادي في حاجة اسمها مهم يعني عشان نسهل الموضوع المدرسة القديمة المدرسة القديمة ايوة خلينا نتكلم في المدرسة القديمة يطلع لك ورقة من الدرج يقول لك انت هتمشي على الورقة دي شهر وتجيلي بعد الشهر لو ما خسيتش عشر على اتناشر اه 15 كيلو يبقى انت ايه يبقى انت مش مرتزم يبقى انت غلطت بس هو طبيعي ان انت تخص 15 كيلو ليه عشان انت بتاكل ما بتاكلش ما بتاكلش حاجة بس الفكرة في الدايت ده بقى ايه انك لما ترجع بعد الدايت بتحس بقى ايه قدامك علبة شكولاتة يان هرب يد تفرتك يقول لك اليوم الفري يوم الفري تفرتك كل حاجة تاخد مثلا بتاع 10 تلاف 15 ألف سعر حراري وانت مش ياخد بلك تسحى الصبح من اول صبحية ربنا من اول ما الفجر بيدن لغاية ما الفجر ييدن تاني يوم تقدر تاكل فري بقى ما هو فري تاكل بقى سعرات حرارية كتيرة ويحصل بقى حاجات في الجسم احنا بغضى ان احنا نشرحها دلوقتي نشرحها بعدين في حلقات تانية بإذن الله انت هتكون معي كذا حلقة ان شاء الله فهنا تيجي المشكلة انت محروم هتخش تخش بغباوة في حاجات كتيرة جدا هتخش تلاقي نفسك كنت خاسس 12 كيلو وبعد الدايت ده تخنان 24 كيلو ليه؟ عشان انت مش قادر تمسك نفسك من الأكل كان حرمك جامد جدا لا الموضوع انت لو حسبته بالسعرات الحرية هتلاقي نفسك بتاكل زي ما يقولك اسكريم في يوم هتاكل شوكاراتة في يوم هتلاقي نفسك بالطعم زي ما بنقول كده الدايت بتاعك بحاجات حلوة كتير تحس ايه ده؟ طب ما الدايت حلوة اشتركوا في القناة